موعد النشرة الجوية مشاهدين أهلا بكم نحو التقص المرتقبة في صباح النهار الغد إن شاء الله يتشكل ضباب خفيف على كل المناطق الساحلية مع بعض الصحوب العابرة من النوع العلي وبدون فعالية على المناطق الساحلية الشرقية على مدن الهضاب العليا وعلى شمال منطقة بشر كما نرتقي بعض أو بقايا الصحوب العابرة على مرتفعة الهوغر والتاسلي وأيضا على أقصى الجنوب الجزائري سماء صافية على المناطق الساحلية الوسطى وحتى الغربية على شمال الصحراء منطقة بشار منطقة تيندوف وأيضا على الصحراء الوسطى خلال الظاهرة إن شاء الله يتلاشى الضباب تدريجيا على المناطق الساحلية نتقب جو مشمس وصيفي على كل المناطق الشمالية بستثناء المناطق الداخلية الشرقية وحتى الهضاب العليا الشرقية وين تبقى بعض الصحوب في بعض الأحيان كثيفة تعبر على كل المناطق الداخلية والهضاب العليا الشرقية يبقى تقص متقلب وغير مستقر على مرتفعات الهوغر والتاسلي وين نرتقي بخلال أو في أواخر نهر إن شاء الله بعض الخلايا الرعدية المنعزلة كما نرتقي بأيضا بعض الصحوب في بعض الأحيان كثيفة تعبر على أقصى الجنوب الجزائري وأيضا على منطقة إليزي سماء صافية على شمال الصحراء منطقة الصورة منطقة تيندوف أيضا على الصحراء الوسطى بعد الزوابع الرمية الموسمية تنشط على الصحراء الوسطى على المناطق الجنوبية الغربية وحتى على أقصى الجنوب الجزائري دايما نرجع إلى رياح معتدلة إلى قوية محليا درجات الحرارة المنتظرة في صباحة نهر الغد إن شاء الله على المناطق الساحلية مقاييس 22 حتى 23 درجة 20 درجة على قسنطينة زيوزو وأم البواقي 19 درجة على تبسة 21 درجة على البيت 23 على غليزان معسكر والسيدي بالعباس بينما على الصحراء الوسطى 30 درجة 28 على إليزي 26 درجة الخط اللي يربط بالشار غردية حتى الحسيم زعود ورقلة والواد 31 على أقصى الجنوب 29 درجة على تيندوف مرتفعة الهوغار والتاسلين مقاييس 22 حتى 24 درجة خلال الظهيرة إن شاء الله تبقى درجات الحرارة القصوى فصليا سجلوا على الجزائر العاصمة 31 درجة 30 درجة على بجايا ناباس كيك دا والقالة 32 درجة على وهران كأعلى مقياس 46 درجة على أدرار تيميمون عين صالح وأيضا على ريجان 43 درجة على غردية مقاييسة بين 43 حتى 44 على المنيعة 44 على حسيم سعود ورقلة الواد تقورت حسي بركين منطقة إليزي منطقة بني عباس حتى 30 دوف 240 درجة إن شاء الله على بشار 36 على ثامنة 36 درجة على جانيت وتصل درجات الحرارة القصوى على برج بجي مختار وعين قزام إلى 43 درجة للملاحة والصيد البحري لغدا إن شاء الله يبقى البحر جميل وهدئ وهذا على السواحل الشرقية للبلاد هذا راجع إلى رياح تأتينا الشرقية إلى شمالية شرقية لن تتعدى سوعة 20 كم في الساعة بينما نرتقب إن شاء الله بحر قليل الإضطراب إلى مطارب هذا على كل السواحل الوسطى وحتى الغربية راجع إلى رياح تأتينا الشمالية شرقية تسي سعة تحت الأربعين كم في الساعة لكن درجة حرارة المياه تبقى مستقرات ترحمة من 22 23 أو حتى 24 درجة مئوية على طول الشريط الساحلي نخطيب النشرة الجوية بالمعلومات الفلكية لشرق وغروب الشمس لغدا إن شاء الله هل أحد 24 أوت ألف واربعة الشرق سيكون على الساعة السادسة واثنشر دقيقة أما بالنسبة للغروب وسيكون إن شاء الله على الساعة السابعة والسبعة وعشرين دقيقة هذا على العاصمة وضواحيها كالعدل المواقع الإلكترونية دائما في الخدمة للمزيد من الاستفسارات أشكرك على طيبة المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر